كيف يمكن إقناع الناخب العراقي بأن ينتخب السيدة نور أو سيدة منال أو غيركم من المرشحين وهو يرى أنكم لا تملكون غير الكلام ومن يمتلك الأدات الحقيقية للحكم أو المال أو وعود التعيين أو التحكم بمصير البلد هي ذات الأحزاب الكبيرة نعم عزيزي مثل ما ذكرت نحن لا نمتلك غير الكلمة الحرة والقلم الصادقة من خلال عامنا كإعلامين وخاصة في مجال السياسة لا نطلب من الناخبين أنه انتخبونا رغما عنكم لا لازم يجب أن يختلفوا بنا يبحثوا عننا لدينا سيرة ذاتية ليجب أن يفهموها جيدا لدينا عمل خلال سنوات ماضية عملنا الآن نور النعيمين لما تذهب للمخيمات تحسب مثلب عليها لأن يعتبروها الناس أنه دعاية انتخابية كلا أنا بالنسبة لي لسنواتنا أعمل في هذا المجال مجال كإعلامية أذهب لأبحث عن قصص من خلال النازحين هناك قصص مأساوية يعني شخصناها ومن خلال منظمات المجتمع المدني من خلال إغاثة أو توعية فكنا بعيدين قليلا عن الظهور مع المواطنين خاصة موضوع الفقراء لأن أصبح المرشح عندما يذهب إلى الفقراء مستهدف تبديل اتهامات علي أنه وين شدوا قبل هسا قمتوا تتذكرون الفقير هسا قمتوا تتذكرون النازحين مع العلم من يتصدى للعمل السياسي سيد نور من يتصدى للعمل السياسي عليه أن يتحمل كل الانتقادات من الصحافة ومن العراقيين الذين تكوت قلوبهم بنار السياسة وفسادهم وفسادهم عفواً وهنا أتحدث عن نقطة عزيزي انتقاد انتقاد شيء تفضلي تفضلي انتقاد شيء وتسقط شيء ثاني نحن اليوم لا نملك أموال حتى نذهب بها إلى النازحين أو الفقراء حتى نشتري بها أصواتهم نحن ضد هذا الموضوع عرضت علينا الكثير من الأصوات لشرائها لكن رفضت أنا بالنسبة لي رفضت أنا داخل ضمن تحدي اليوم إذا نشترت هذه الأصوات لا تفرح بيهم حتى إذا فازت بهذه الأصوات لا تفرح بيهم لأن هذه ليست معناة أن الناس راديها هي فرضت عليهم أنه يختار بمعنى سيدة نور أريد توضح لي هذه النقطة أن كتلة معينة عرضت عليك شراء أصوات الناخبين وأنت رفضت كلا ليست الكتلة نفسها يعني هناك عروض من المواطنين تأتي هناك مواطنين يعني فقراء الحال يحتاجون إلى أي مبلغ مال حتى يعيشون به فبالنسبة لي رفضت هذا الموضوع هذا ما يعتبر تسقيط سياسي؟ ما يعتبر تسقيط سياسي؟ ما يعتبر هذا سيدة نور تسقيط سياسي إذا المواطنين؟ لا ما تسقيط سياسي؟ نعم جنابج قلتي تسقيط سياسي؟ يعني اليوم ما أنا إذا أروح على المواطن أشتري من عند بطاقته؟ شنو هذي؟ شنو تعتبر؟ هذا فساد انتخابي أين المفوضية من ذلك؟ ألم تضع عقوبات على المشتري والباعدة هذه البطاقات؟ لكن الحد الآن أنا لم أرى أي عقوبة نفذت على أي مرشاة هذه نقطة بهمة هذه نقطة بهمة